بسم الله الرحمن الرحيم شرح بن عقيل قاضي القضاء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري المولود في سنة 98 و600 والمتوسطى في سنة 69 و700 من الهجرة على ألفية الإمام الحجة الثبت أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك المولود في سنة 600 والمتوسطى في سنة 72 و600 من الهجرة بتحقيق محمد محيددين عبد الحمير غفر الله تعالى له ولوالدين سجله فائد عبد القادر شيخ الزور بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله قير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضير ضم بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستق واسم وسعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم الشرح الكلام المسترح عليه عند النحات عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقديره استقم أنت فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كدين وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقرصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما فمثال جتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنا يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم انتهى بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للسم تمييز حصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام الأول تنوين التنكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد وردل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما الثاني وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر الثالث وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين الرابع وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتي بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم أي كل إنسان قائم فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها الخامس وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافية المطلقة بحرف العلة كقوله أقل اللوم عادل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم وكقوله أذف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد السادس والتنوين الغالي وأثبته الأغفش وهو الذي يلحق القوافية المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاو المخترق وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيقونان في الاسم والفعل والحرف ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد والألف واللام نحو الرجل والإسناد إلي نحو زيد قائم فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه واستعمل المصنف المكان الألف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له انتهى بتاء فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي الشرح ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاء الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيف الساكنة نحو نعمة وبئسة فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للإسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراض نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربة وثمة وأما تشكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت ويمتاز أيضا بياء إفعلي والمراد بها ياء الفاعل وتلحق فعل الأمر نحو اضربي والفعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفي الاسم نحو غلامي وفي الحرف نحو إني بخلاف يا إفعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل ومما يميز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسف عن بالناصية والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيد فمعنى البيت ينجل الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيف الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد انتهى سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يليلا كيشم وناضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم الشرف يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم وفي يضرب لم يضرب وإليه أشار بقوله فعل مضارع يليلا كيشم ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامذ أي ميز ماضي الأفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو تبارك تياذ الجلال والإكرام ونعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو أضربن وخرجن فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل فصه وحي هل إسماني وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد لا تقول صهن ولا حي هلن وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن ولا يجوز ذلك في صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني أي لشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه وقد نص في بويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف ومن من ذكره ابن أبي الربيع كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل الشرح ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم للحرف في أربعة مواضع فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربته أو على حرفين كنا في أكرمنا وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني لأنه أشبه الحرفة الوضعي في كونه على حرف واحد وكذلك ناء اسم لأنها مفعول وهو مبني لشباهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان أحدهما ما أشبه حرفا موجودا والثاني ما أشبه حرفا غير موجود فمثال الأول متى فإنها مبنية لشباهها الحرف في المعنى فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم وللشرط نحو متى تقم أقم وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشباهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليتا وللترجي لعلّ ونحو ذلك فبنيت أسماء الإشارة لشباهها في المعنى حرفا مقدرة والثالث شباهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبني لشباهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك واحترز بقوله بلا تأثري عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا فإنه نائب مناب ضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال والراضع شبه الحرف في الافتقار اللازم وإليه أشار بقوله وكافتقار أصصلا وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت وحاصلوا البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة انتهى ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما يريد أن المعرب خلاف المبني وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمة وسمة لغة في الاسم وفيه ست لغات اسم بضم الهمز وكسرها وسم بضم السين وكسرها وسم بضم السين وكسرها أيضا وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكان وهو المنصرف كزيد وعمر وإلى متمكن غير أمكان وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصالح فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن أمكان ومتمكن غير أمكان انتهى وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إنعريا من نون توكيد مباشر ومن نونئنات كيرعن منفك لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأسعال فرع في الأسماء والمبني من الأسعال ضربان أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني مختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو اضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين والمعرب من الأسعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضرب والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة فإن لم تتصل به لم يبنى وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف ثنين نحو هل تضرباني وأصه هل تضرباني فاجتمعت ثلاث نونات فحدثت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال فصار هل تضرباني وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هندو وأصل تضربن تضربون فحدثت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون فحدثت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن أصله تضربين ففعل به ما فعل بتضربون وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرت نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد فإن لم تباشره أعرب وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد ومثال ما اتصلت به نون الإنات الهندات يضربن والفعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإنات وليس كذلك بل الخلاف موجود وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإضاح انتهى وكل حرف مستحق للبناء والأصف في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أنسي حيث والساكن كم الحروف كلها مبنية إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراض نحو أخذت من الدراهم فالتبعيد مستفاد من لفظ من بدون الإعراض والأصف في البناء أن يكون على السكون لأنه أخذت من الحركة ولا يحرق المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن وقد تكون كثرة كأمس وجير وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف انتهى والرفع والنصب جعلن إعرابا لسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتستين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بنين نر الشرح أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكثرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكثرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة انتهى وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بياء نحو مررت بأبيه والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكثرة وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكثرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره انتهى من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو أبطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني ذو قاما ورأيت ذو قاما ومررت بذو قاما ومنه قوله فإما كرام موثرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو هادفوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه الميم أي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم انتهى أب أخ حم كذاك وهنوا والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالييه يندروا وقصرها من نقصهن أشعر يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم الذين سبق ذكرهما فترفع بالواوي وتنصب بالألف وتجر بالياه نحو هذا أبوه وأخوه وحموها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبيه وأخيه وحميها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخرين وأما هنون فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف علة نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهني زيد وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام والإتمام جائز لكنه قليل جدا نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجود بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب ومن حفظ خجة على من لم يحفظ وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه ينجر إلى أخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حف الواوي والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبه وأخه وحمها ورأيت أبه وأخه وحمها ومررت بأبه وأخه وحمها وعليه قوله بأبه اقتداعدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي أب وتاليه ينجر أي ينجر النقص واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا أباه وأخاه وحمها ورأيت أباه وأخاه وحمها ومررت بأباه وأخاه وحمها وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقرر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحمل ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف واليان والثانية أن تكون بالألف مطلقا والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل انتهى وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من أن لا تضاف فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أب زيد وأخوه وحموه فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي ولم تعرب بهذه الحروف وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ الثالث أن تكون مكبرة واحترز لذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال ومررت بأبي زيد وذوي مال الرابع أن تكون مصردة واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم وإن كانت مثناتا أعربت إعرابا مثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبواء زيدين ورأيت أبويه ومررت بأبويه ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه وذلك أن الضمير فيه يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال فلا يجوز جاءني ذو قائم بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتاك ذاك اثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما ينوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء وقد تقدم الكلام عليها ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صارح للتجريد وعطف مثله عليه فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع وخرج بقولنا صارح للتجريد نحو اثنان فإنه لا يفصح لإثقاط الزيادة منه فلا تقول اثنون وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشنس وهو المقصود بقولهم القمرين وعشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجر نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكل الرجلين وكلتا المرأتين فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا ثم بيّن أن اثنين واثنتين يجريان مجرى بنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى وبنان وبنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الأرف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأن ما قبلهما لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عياء الجمع فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجر وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر هو المشهور في لغة العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجر فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما انتهى وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما قمل عليه وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجر وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة فانشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأليذ ومن التركيب فإن لم يكن علما لم يجمع بالواوي والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجل ورجيون لأنه وصف وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون وإن كانت فيه تاء التأنيذ فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلح طلحون وأجاز ذلك الكفيون وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون وأجازه بعضهم ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيذ ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنت فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنت فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيذ ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيذ نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنته حمراء فلا يقال فيه أحمرون وكذلك ما كان من باب فعلان فعلاء نحو سكران وسكراء فلا يقال سكرانون وكذلك إذا اشتوا في الوصف المذكر والمؤنت نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السال صبورون ولا جريحون وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكروها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيس ومن التركيب فيقال فيه عامرون وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيس وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنت فيقال فيه مذنبون وشبه زيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يفطرد أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وشبه زيني إلى شبه عامر وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب وهو كل صفة يجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في أعرابه بالواوي رفعا وبالياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشر وكذلك أهلون ملحق به لأن مفاده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة وشبه ذيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يفطرد أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وشبه ذيني إلى شبه عامر وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب وهو كل صفة يجتمع فيها الشروط الأفضل والضرابون ونحوهما فتقول أشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في أعرابه بالواوي رفعا وبلياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها فما لا واحد له من لفظه أو هو واحد غير مستكمدا للشروط فليس بجمع المذكر السامن بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السامن لأنه لا واحد له من لفظه إذ لا يقال عشرون وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه جنس جامد كرجل وذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل وأرضون جمع أرض وأرض اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مؤنث فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط وأشار بقوله وبابه إلى باب السنة وهو كل اسم ثلاثيا خدفت لامه وعوض عنها هاء التأنيس ولم يفسر كمئة ومئين وثبة وثبين وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه فإن كسر كشفة وشفاة لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كظبة فإنهم كسروه على ظبات وجمعوه أيضا بالواوي رفعا وبالياء نصبا وجرى فقالوا ظبون وظبين وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن السنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه السنين ورأيت السنين ومررت بسنين وإن شئت حدفت التنوين وهو أقل من إثباته واخترف في اضطراب هذا والصحيح أنه لا يفطرد وأنه مقصور على السماع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم جعلها عليهم سنين كسنين يوسف في إحدى الروايتين ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وسيبننا مردى الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإزام النون مع الإضافة ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نفق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقين وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه وهل يختص الفتح بلياء أو يكون فيها وفي الألف قولا وظاهر كلام المصنف الثالث ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا ومن خرين أشبه ضبيانا وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به وما بتاوى ألف قد جمعا يكثر في الجر وفي النص بمعا لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان أحدهما جمع المؤنس السالم نحو مسلمات وقيدنا بسالم احترازا عن جمع التفسير وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاوى ألف قد جمع أي جمع بالألف والتاء المجيدتين فخرج نحو قضاه فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله قضاية ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منهما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنه هو بصيرة فاندفع بهذا التقرير لاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مجيدتين فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجرب الكثرة نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكثرة عن الفتحة وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه انتهى كذا أولات والذي اسما قد جعل كأبرعات فيه ذا أيضا قبل أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكثرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لغبها ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكثرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهران آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكثرة ويزال منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعتي ومررت بأذرعاتي والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيسرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثاني انتهى وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنادت الفتحة عن الكثرة هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام فإذا أضيف جر بالكثرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكثرة انتهى واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكون لترومي مظلمة الشرح لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اجتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضرباني أو التاء نحو تضرباني وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلاني فيفعلاني فعل مضارع مرفوع وعلامة أفئه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج فعلامة النصب والجزم ثقوط النون من يقوم ويخرج ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار انتهى وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثالي منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوا كذا أيضا يجر الشرح شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال فذكر أن كل ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحا وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره محياء مكسور ما قبلها القاضي والداعي ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوط ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر وأنه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المتنى في حالة الرفع نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين وأشار بقوله والثان منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كثرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرني وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كثرة عن التي قبلها سكون نحو ضبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكثرة وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقرهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كثرة مقدرة على الياء وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرض إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو والتاني ما كان أعجميا نحو ثمندو وقمندو انتهى وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف أشار إلى أن المعتلى من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو أو ياء قبلها كثرة نحو يرمي أو ألف قبلها فتحة نحو يغشا فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحدف جازما ثلاثهن نقض حكما لازما ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذكر أن الألف يقدر فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ولي يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الأخير نحو لم يخشى وأشار بقوله وأبد نصب ماك يدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو يا نحو لن يدعو ولي يرمي وأشار بقوله والرفع فيه منوي أي أن الرفع يقدر في الواوي واليا نحو يدعو ويرمي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواوي واليا وأشار بقوله وحذف كاذما ثلاثهن إلى أن الثلاث وهي الألف والواوي واليا تحدث في الجزم نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي فعلامة الجزم حذف الألف والواوي واليا وحصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواوي واليا وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها وأن النصب يظهر في الياء والواوي ويقدر في الألف انتهى النكرة والمعرفة نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنها معرفة قبل دخولها عليه ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل أل نحو الصاحب وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحل بالألف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهوى أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخافض نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكافي من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقال ما أكرمت إلاك وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار انتهى وكل مضمر له البنى يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله فالكاف في أكرمتك في موضع نصب وفي بك في موضع جر والهاء في إنه في موضع نصب وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو ناء وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر ناء صلح كعرف بنا فإننا ملنا المنح أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو أضربي ومثال النصب نحو أكرمني ومثال الجر نحو مربي ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتين نصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا لأنها في حالة الرفع ضميرا منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصر انتهى والف والواو والنون لما غاب وغيره فقام وعلم الالف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصية وتكون للغائب وللمخاطب فمثال الغائب الزيدان قام والزيدون قاموا والهندات قمنا ومثال المخاطب اعلموا واعلموا واعلمنا ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم وليس هذا بجيد لان هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم اصلا بل انما تكون للغائب او المخاطب كما مثلنا انتهى ومن ضمير الرفع ما يستثر كفعل اوافق نغتدط اذ تشكر ينقسم الضمير الى مستثر وبارز والمستثر الى واجب الاستتار وجائزه والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار اربعة الاول فعل الامر للواحد المخاطب كفعل التقدير انت وهذا الضمير لا يجوز ابرازه لانه لا يحل محله الظاهر فلا تقول افعل زيدون فاما افعل انت فانت تأكيد للضمير المستثر فيه افعل وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل فان كان الامر لواحدة او لاثنين او لجماعة برز الضمير نحو اضربه واضربه واضربه واضربنا الثاني الفعل المضارع الذي في اوله الهمزة نحو اوافق والتقدير انا فان قلت اوافق انا كان انا تأكيدا للضمير المستثر الثالث الفعل المضارع الذي في اوله النون نحو نغتبط اي نحن الرابع الفعل المضارع الذي في اوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر اي انت فان كان الخطاب لوحدة او لاثنين او لجماعة برز الضمير نحو انت تفعلين وانتما تفعلان وانتم تفعلونا وانتن تفعلنا هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استثار الضمير ومثال جائز الاستتار زيد يقوم اي هو وهذا الضمير جائز الاستتار لانه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم ابوه وكذلك كل فعل اسند الى غائب او غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم اي هو وذو ارتفاع وانفصال اناه وانت والفروع لا تشتبه تقدم ان الضمير ينقسم الى مستتر والى بارز وسبق الكلام في المستتر والبارز ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنى عشر انا للمتكلم وحده ونحن للمتكلم المشارك او المعظم نفسه وانت للمخاطب وانت للمخاطبة وانتما للمخاطبين او المخاطبتين وانتم للمخاطبين وانتن للمخاطبات وهو للغائب وهي للغائبة وهما للغائبين او الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات وذو انتصاب في انتصال جعل ايايا والتفريع ليس مشكلة اشار في هذا البيت الى المنصوب المنفصل وهو اثنى عشر ايايا للمتكلم وحده وايانا للمتكلم المشارك او المعظم نفسه وياك للمخاطب وياك للمخاطبة وياكما للمخاطبين او المخاطبتين وياكم للمخاطبين وياكن للمخاطبات وياه للغائب وياها للغائبة وياهما للغائبين او الغائبتين وياهم للغائبين وياهن للغائبات وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إن كان الإتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير انتهى وصل أوصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف تمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الامتصالا أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا فأشار بقوله سلميه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلميه فيجوز لك في هاء سلميه الاتصال نحو سلميه والانتصال نحو سلمي إياه وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانتصال والاتصال على السواء وهو ظاهر كلام أكثر النحويين وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانتصال مخصوص بالشعر وأشار بقوله في كنته الخلف انتما إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو كنته واختار في بويه الانفصال نحو كنت إياه تقول الصديق كنته وكنت إياه وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانتصال نحو خلتني إياه ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر إذا قالت حزاني فصدقوها فإن القول ما قالت حزاني وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في اتصالي ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب فإذا جتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهني وأجازه قوم ومنهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه أو أعطيتني إياه وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس فإن خيف لبس لم يجل فإن قلت زيد أعطيتك إياه بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك تتمة العلم ووضعوا لبعض لجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريق للعقرب وهكذا تعالة للتعلب ومثل المضرة كذا فجار علم للفجرة العلم على قسمين علم شخص وعلم جنس فعلم الشخص له حكمان معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمية نحو هذا أحمد ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فتقول هذا أسامة مقبلا فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول هذا الأسامة وحكم علم الجنس في المعنى كحكم نكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليها أم عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار للفجرة انتهى اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذهتي تا على الأنثة تطفر يشار إلى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة وذهب الكوفيون إلى أنها ذائلة ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع وته بإسكان الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع وذات وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه زينتين ذكر تطيع يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني وفي حالة النصد والجر بذيني وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتيني في النصد والجر وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انطق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلق ويقتضي هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم وهو كذلك ولكن الأكثر استعمالها في العاقل ومن ورودها في غير العاقل قوله ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام وفيها لغتان المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز والقصر وهي لغة بني تمين وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف واللام نحو ذلك وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب وهذا لا خلاف فيه فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو هذا على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هاذاك وعليه قوله رأيت بني غضراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراث الممدد ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا تقولها ذلك وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان قربا وبعدا كما قررنا والجمهور على أن له ثلاث مراتب قربا ووسطا وبعدا فإنشار إلى من في القربا بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي وإلى من في البسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من في البعد بما فيه كاف ولا نحو ذلك وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف الصلا في البعد أو بثمفه أو هن أو بهنا لكنطقا أو هن يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها هاء التنبيه فيقال هاهنا ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهناك وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون وبثم وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ما تنيا لا تثبت بل ما تليه أو له العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذيني وتيني شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف أحدها أن المصطرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فهي مخففة من الثقيلة ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم ومنه قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محلوفا واسم المثقلة ملكورا ومنها كي وتوصل بفعل مضارعا فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا ومنها ما وتكون مصطرية ضرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقا وغير ضرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا ومنه بما نسو يوم الحساب وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية المصطرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها أعني المصطرية الظرفية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحبك ما يقوم زيد ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو وعلامته صحة وقوع المصطر موقعه نحو وددت لو تقوم أي قيامك وعجبت مما تصنع وجئت لكي أقرأ ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شددت النونة عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان وقد قرأ واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين واللتين وقد قرأ ربنا أرنى اللذين بتشديد النون وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتا اسمي الإشارة فتقول ذان وتان وكذلك مع الياء فتقول ذين وتين وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والذي انتهى جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره نحو جاء الأولى فعل وقد يستعمل في جمع المؤنف وقد اجتمع الأمران في قوله وتبل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحذاء القبلي فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاء الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر وهم بني هذيل ومنه قول نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخير غارة من الحاحة ويقال في جمع المؤنث اللات واللائ لحذف الياء فتقول جاء اللات فعلنا واللائ فعلنا ويجوز 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 إثبات الياء فتقول اللات واللائ وقد ورد اللائ بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائ قد مهد الحجور كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائ كقوله فأما الأولى يسكن غور تهامة فكل فتاة تترك الحجل قصمة ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللات أتى ذوات أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث البفرد والمثنى والمجموع فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبنا وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمة وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله تعالى فانفحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ومنه قول الشاعر بكيت على ثرب القطى إذ مرون به فقلت ومثلي بالبكاء جدير أثرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أصيره وأما الأنف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءني القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح وقيل إنها حرف موصول وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء وأما من وما غير المصطرية فاسمان اتفاقا وأما ما المصطرية فالصحيح أنها حرف وذهب الأخفش إلى أنها اسم ولغة طيء استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثن ومجموعة فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا وهو المشار إليه بقوله وكل في أيضا البيت ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو في الرفع وذوي وذوي في النصب والجر وذوات في الرفع وذواتي في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواوي رفعا وبالألف نصبا وبالياء جر فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسب يمنذي عندهم ما كفانية بالياء على الأعراب وبالواوي على البناء وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجر مثل ذواته ومنهم من يعربها أعراب مسلمات فيرفعها بالضم وينصبها ويجرها بالكسرة ومثل ما ذا بعد ما استفهامه أو من إذا لم تلغ في الكلام يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلطف واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنا أو مجموعة فتقول من ذا عندك وما ذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيرا وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الافتفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدأ وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك وكذلك ما مبتدأ وذا موصول وهو خبر ما وفعلت الصلة والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي من الذي فعلته واحتمز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ وعندك خبر وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبر فذا في هذين الموضعين ملغاه لأنها جزء كلمة لأن المجموعة اسم استفهام انتهى وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مجتملة الشرف الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول إن كان مفردا فمفرد وإن كان مذكرا فمذكر وإن كان غيرهما فغيرهما نحو جاءني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموح نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنت تقول جاءني التي ضربتها واللتان ضربتهما والتي ضربتهن وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه متنى أو مجموعا أو غيرهما وذلك نحو من وما إذا قفت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فتقول أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنا بهما انتهى وجملة أو شبهها الذي يوصل به كمن عند الذي بنه كفل الشرح صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة ونعني بشبه الجملة الضرف والجار والمجرور وهذا في غير الصلة الألف واللام وسيأتي حكمها واشترطوا في الجملة الموصول بها ثلاثة شرور أحدها أن تكون خبرية الثاني كونها خالية من معنى التعجب الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها واشترز واشترز بخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية فلا يجوز جاء الذي ضربه خلافا للكسائي ولا جاء الذي ليته قائم خلافا لهشام واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب فلا يجوز جاء الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاء الذي لكنه قائم فإن هذه الجملة تتبعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم واشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين والمعني بالتام أن يكون في الوصف به فائدة نحو جاء للذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجوب والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار فإن لم يكون تامين لم يجز الوصف بهما فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم انتهى وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة قال المصنف في بعض كتبه وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فخرج نحو القرشي والأفضل وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر ودعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز في الاختيار وقد جاء وصوها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا فمن الأول من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معده ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذا تسعة انتهى أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حدث يعني أي مثل ما أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثن أو مجموعة نحو يعجبني أيهم هو قائن ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو يعجبني أيهم هو قائم ورأيت أيهم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم وأيا قائم وأيا قائم وكذا أي هو قائم وأيا هو قائم وأيا هو قائم الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حدث صدر الصلة فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة أو لم تضف وذكر صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب وخينئذ انتهى وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصف وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكنلي والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نوصف كمن نرجو يهب يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقا أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها فيقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم بالنصب ورويا فسلم على أيهم أفضل بالجر وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأا وخبره مفرد فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قاما وضربا وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه ولا يحذف صبر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاءني الذي هو ضارب زيدا فيجوز حلف هو فتقول جاءني الذي ضارب زيدا ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا والتقدير بالذي هو هو قائل لك سوءا فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن وقد جوزوا في لاسيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدأ محدوف والتقدير لاسي الذي هو زيد فخلف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع خلف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيص وليس بشار وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف مكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون الصلة كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاءني الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذا بقية الأنثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها فلا تقول فيه يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتداء بل الضابط أنه ما تحتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجد حذف العائد وذلك كما إذا كانت الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحدود صالح لعوده على الموصول نحو جاءني الذي ضربته في داره فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لأنه لا يعلم المحدود وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون الصلة لا يحذف سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وسواء أكان الموصول أيا أم غيرها بل ربما يشعر ظاهر كلامه لأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطرق ويعجبني أيهم هو أبوه منطرق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره وأشار بقوله والحدث عندهم كثير منجلي إلى العائد المنصوب وشرط جواز حدثه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم فيجوز حدث الهائ من ضربته فتقول جاء الذي ضربته ومنه قوله تعالى زرني ومن خلقت وحيدا وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا التقدير خلقته وبعته وكذلك يجوز حدث الهائ من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم ومنه قوله ما الله موليك فضل فحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرع تقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف نحو جاء الذي إياه ضربته فلا يجوز حذف إياه وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو غصف وهو الحرف نحو جاء الذي إنه منطرق فلا يجوز حذف الهاء وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقل نحو جاء الذي كانه زيد انتهى كذاك حذف ما بوف خفضا كأن تقاض بعد أمر من قضا كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو ضر لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرعت الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحدث إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذفها وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحدث نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فقض ما أنت قاض التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الها وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيدوز حدف الها فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله وقد كنت تخفي حب ثمراء حقبة فضحلان منها بالذي أنت بائح أي أنت بائح به فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق والداخلة على الضمير للسببية وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر أي كذلك يحدث الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به نحو مررت بالذي مررت فهو ضر أي بالذي مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو أل وقال تيبويه هو اللام وحدها فالهمزة عند الخليل همزة قطع وعند تيبويه همزة وفط لجتلبت للنطق بالساكن والألف واللام المعرفة تكون للعهد فقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول والاستغراق الجنس نحو إن الإنسان لفي خسر وعلامتها أن يفصح موضعها كل ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة والنمط ضرب من البسط والجمع أنماط مثل سبب وأسباب والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد كذا قاله الجوهري وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة ثم مثلت زائدة اللازمة باللات وهو اسم صنم كان بمكة وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلتها في الألف واللام الداخلة عليه فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما في قولك مررت بهذا الرجل لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور ومثل أيضا بالذين واللات والمراد بهما ما دخل عليه أل من الموصولات وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة فتكون الألف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي فإن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما إلا أيّا فإنها تتعرف بالإضافة فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة وأما حلفها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فلا يدل على أنها زائدة إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة كما حذفت من قوله سلام عليكم من غير تنوين يريد السلام عليكم وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة ابطرارا على العلم في قولهم فيه بنات أوبر علم لضرب من الكمأة بنات الأوبر ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم فالألف واللام عنده غير جائدة ومنه الداخلة ابطرارا على التمييز كقوله رأيتك لما أنعرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكفيون إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة وإلى هذين البيتين الذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبر وقوله وطبت النفس يا قيس السري انتهى وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحلفه سياني ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها وحاصل أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعنى أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث وكذا كل ما دل على معنا وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه على من لم تدخل الألف واللام بل تقول فضل وحارث ونعمان فدخول الألف واللام أفاد معنا لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهما انتهى وقد يصير علما بالغلبة مضافن ومصحوب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جبوة في غيرهما قد تنحدث من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب ولكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى إنهما إن أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحدث إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صعق في الصعق وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوك طالعا والأصل العيوك وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادية دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله وكذا ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يا ابن عمر انتهى الابتداء مبتدأ زيد وعادر خبر إن قلت زيد عادر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أثار ذاني وقف وكاستفهام من النفي وقد يجوز نحو فائز أول الرشد ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد ما سد الخبر فمثال الأول زيد عادر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مجتملا على ما يذكر في القسم الثاني فالزيد مبتدأ وعادر خبره ومن اعتذر مفعول لعادر ومثال الثاني أثار ذاني فالهمزة للاستفهام وثار مبتدأ وذاني فاعل سد ما سد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي نحو أقائم الزيداني وما قائم الزيداني فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستثرا فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستثر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل على أن في المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستثام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس العمراني وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان وما قائم الزيدان فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما وتم الكلام به فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل على أنك المسألة خلافا ولا فرق بين أن يكون الاستفام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماض ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتكون غير قائم الزيدان فغير مبتدأ وقائم مخفوظ بالإضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لأن المعنى ما قائم الزيدان فعمل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله غير لاه عداك تطرح اللهوة ولا تغترر بعارض سلم فغير مبتدأ ولاه مخفوظ بالإضافة وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن فغير مبتدأ ومأسوف مخفوظ بالإضافة وعلى زمن جر ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام وذهب الأخفش والكفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجاز قائم الزيدان فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام وذعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا له فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكم الغيان مقالة لهبي إذا الطير مرت فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر انتهى والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائد فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما والأول في هذه الآية أولى لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس لأجنبي منه وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح وإن تطابقا تثنية النحو أقائمان الزيدان أو جمع النحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع هذا هو المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد فهذا التركيب غير صحيح ومثال جائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأا وما بعده فاعل سد مكد الخبر انتهى ورفعوا مبتدأا بالبتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتداء مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالبتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون لثن مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها واحترز بغير الزائدة من نثلي بحسبك درهم فبحسبك مبتدأ وهو مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من نثلي رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبر ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر لبتداء فالعامل فيهما معنوي وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ وقيل ترافع ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهذا الخلاف مما لا طائل فيه والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع الفائل جملة وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره انتهى ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سي قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بهاك نطق الله حسدي وكفى ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلابد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سي قتله والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بنفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقولك نطقي الله حسبي فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثاني وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا إله إلا الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاء تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل وأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان والمكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل ضميرا وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق وإن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصل إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلك زيد قائم هو فقد جوز في بويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستثر في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن فمثال ما أمن به اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمر ضاربه هو فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه لاحتمل أن يكون فاعب الضرب زيدا وأن يكون عمرا فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم فمن ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقفطان التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس انتهى واخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجد الحذف وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر للجملة واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كل منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار وقد نسب هذا لسيبوي وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل التقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرح به شدودا كقوله لك العز إن مولاك عزة وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا التقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم انتهى ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخدرا ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفيه نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو الزيد اليوم وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا فإن جاء شيء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ بشرط أن يفيد كقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا فإن لم يفد امتلع نحو زيد يوم الجمعة انتهى ولا يجوز لبتداب نكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة وهلفة فيكم سماخل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين واليقث ما لم يقل الأصف المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجد نحو قائم رجل الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام نحو هل ستنفيكم الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة والثابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل التقدير رجل عندي التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت العاشر أن يقصد بها التنوية كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك ثوب أجر الحال عشر أن تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذاناب وشيء جاء بك والتقدير ما أهر ذاناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذاناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز لبتداء به لكونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو هاهنا مقدر السادس عشر أن يقع قبل هواو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارقي السادع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميني ورجل في الدار التاسع عشر أن يؤقف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عثم يبتغي أرنبخ الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضعم الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط الثالث والعشرون أن تدخل على النترة لام للتداء نحو لرجل قائم الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيث وثلاثين موضعة وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس صحيح انتهى والأصل في الأخبار أن تؤخرى وجوز التقديم إذ لا ضرر الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وفق في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين نحو قائم زيد وقام أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عمر وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بالصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر فتقول قائم زيد ومنه قولهم مشنوء من يشنأك فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيد ومنه قوله قد سكلت أمه من كنت واحده وباث منتشبا في برث الأسد فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد سكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهر فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارب خبر مقدم ونقل الشريف أبو السعادة في هبة الله ابن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين انتهى فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيانه كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذيلا مبتدا أو لازم الصدريك منلي منجدا ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمر ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمر أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاد كقولك أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المرادة تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف ومنه قوله بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فقوله بنونا خبر مقدم وبنوا أبنائنا مبتدأ مؤخر لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستثرا نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما بل يكون زيد فاعلا لقام ولا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول قام أبوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بابزا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قوم وإذا عرفت هذا بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك أفضع رافع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تطرح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضرب العبد مسيئا فضرب مبتدأ والعبد معمول له ومسيئا حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوبا والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا لا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا فمسيئا حال من الضمير المستثل فيه كان المفسر بالعبد وإذا كان أو إذ كان ضرف زمان نائب عن الخبر ونبدأ المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثم قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذ بخلاف ضرب العبد مسيئا فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها فلا تقول ضرب العبد مسيئ لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيئ والمضاف كحكم المفتر نحو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه والحق مفؤول لتبيين ومنوطا سدت مسد والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة الأول أنعت المقطوع إلى الرفق في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم من نحو مررت بزيد الخبيث أو ترح من نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئس نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر فعيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وزوبا والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد وهو عمر أي المذموم عمر الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم الموضع الرابع أن يكون الخبر مصطرا نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل التقدير صبري صبر جميل فصبر مبتدأ وصبر جميل خبره ثم حدف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا انتهى وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم ثرات شعر اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرس عطف نحو زيد قائم ضاحق فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز أم لم يكون كذلك كالمثال الأول وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان خبران في معنى خبر واحد فإن لم يكون كذلك تعيل العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشت وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائمه وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا المفردين نحو زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضحك فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى جوز كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا انتهى كان وأخواتها ترفع كان المبتد ثما وانصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتيأ وانفكو هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما لما لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها ثم لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي وهو أربعة ذال وبرح وفتئ وانفك فمثال نفي لفظا ما زال زيد قائمة ومثاله تقديرا قوله تعالى قالو تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر وابرح وابرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا أي لا أبرح منتطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجوار ما أدام الله قومي وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه وهذا أحسن ما حمل عليه البيت ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزال قائمة ومنه قول صاح شمر ولا تزال ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك وقوله ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت القسم الثاني ما يشترق في عمله أن يسبقه ما المصطرية الظرفية وهو دام كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بات اتصافه به ليلا وأضحى اتصافه به في الضحى وأصبح اتصافه به في الصباح وأمسى اتصافه به في المتاء ومعنى صارت تحول من صفة إلى صفة أخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضحك وما زال عمر أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا هذه الأفعال على قسمين أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودامه والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودامه فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك وقال الشاعر وما كل من يبدل بشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا والصحيح أن لها مصدرا ومنه قوله بدذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه وعليك يسير وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر وفي جميعها توسط الخبر أجزو كل سبقه دام حضر مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم كان في الدار صاحبها فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر لألا يعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الأعراض ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وذكر ابن معط أن خبر دام لا يتقدم على اسمها فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد والصواب جوازه قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغفة لذاته بالذكار الموت والهرم وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العربي أو كل النحات منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر ليظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيد انكلمت انتهى كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها مثلوة لا تالية يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية ويدخل تحت هذا قسمان أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد وأجاز ذلك ابن كيسان ومنحاس والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمر ومنعه ما بعضهم ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم انتهى ومنع سبق خبر ليس فطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العربي تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون تاما ولا قصا والثاني ما لا يكون إلا ناقصا والمراد بالتام ما يختفي بمرفوعه وبالناقص ما لا يختفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى المنصوب وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئة وزالة التي مضارعها يزال لالتي مضارعها يزول فإنها تامة نحو زالة الشمس وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إن وجد ذو عسرة وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون انتهى ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حاليا أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا على الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو نحو كان طعامك آكلا زيد وهي ممتنعة عند سبويه وأجازها بعض البصريين ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على لسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة لأنه لم يلي كان معمول خبرها فتقول كان آتلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيمة وكان فيك زيد راغبة انتهى ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع مهم ما استبان أنه امتنع يعني أنه إذا ورد من لسان العربي ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستثرا هو ضمير الشأن وذلك نحو قوله ألافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عوضا فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلة ويتخرج على أن في كان ضميرا مستثرا هو ضمير الشأن وهو اسم كان ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين إذا قل أبتاء المثنات من فوق فيخرج البيتاني على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعود خبره وإياهم مفعول عودة والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل منصوب بتلقي وتلقي المساكن فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين انتهى وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التام وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم ولا تزاد في غيره إلا سماعا وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المثومة العرابي وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فمعفذارك من قول إذا قيل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقولك اتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا وقد شذ حذفها بعد لد كقوله من لد شولا فإلى إطلائها التقدير من لد أن كانت شولا انتهى وبعد أن تعويض ما عن هرتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ذكر في هذا البيت أن كانت وحدث بعد أن المفطرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فخذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا ثم أتى بما عوضا عن كان فصار أما أنت برا ثم أضغمت النون في المين فصار أما أنت برا ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع فأن مصطرية وما زائدة عوضا عن كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرد فيقول أما كنت منطرقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملفز إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذف النون بعد ذلك تخصيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقات ساكن فلا تقول لم يكن رجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قل أشاذا لم يكن الذين كفروا وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه وإن لا يكه وإن كان غير ضميرا متصلا جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة وقد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة انتهى فصل فيما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن معبق النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلمة تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتباء تنقسم إلى أفعال وحروف وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولا تا وإن أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه أن لا يعمل ولغة أهل الحجاج إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما قال الله تعالى ما هذا بشر وقال تعالى ما هن أمهتهم وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حلق الصدور وما هم أولادها لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة الأول أن لا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وقوله وما أنا إلا نذير خلافا لمن أجازه الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زق وهذا هو المراد بقوله وترتيب زق أي علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنخ لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا الشرط الخامس ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو ما ما زيد قائم فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعضأ به فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم وكلام السيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شراف الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية وهؤلاء هم الذين لم يسترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجعه المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر انتهى ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب وإن كان الحرف العاطف غير مقتضيا للإيجاب كالواوي ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عردة وأليس الله بعزيز ذي انتقام وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بظلام للعبيد ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فقل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن ثواد النقار وفي خبر مضارع كان المنفية بلم كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا انتهى في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا توأن ذا العمل وما للا تفيس واحي من عمل وحذف ذا الرفع فشاء والعكس قل تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توأن أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تمين إهمالها ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حسما بالكماة حصينة وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت سأل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤاديا وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول ومرة قال إن القياس عليه سائر الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول لا قائما رجل الشرط الثالث أن لا ينتقض النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكفيين خل الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخزله وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم بنصب العباد ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائماً وإن زيد القائمة وإن زيد قائمة وأما لا تا فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مستوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر ولكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تلحين حين مناص فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قرأ شذوذاً ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لا تا والخبر محلوث والتقدير ولا تحين مناص لهم أي ولا تحين مناص كائناً لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت وأشار بقوله وما للاتا في سوى حين عمل إلى ما ذكره السيبويه من أن لاتا لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيم وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئاً وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوباً فناصبه فعل مضمر والتقدير لا تأرى حين مناص وإن وجد مرفوعاً فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناص كائن لهم والله أعلم أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها أحد عشر فعلاً ولا خلافة أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن سعلب أنها حرف ونسب أيضاً إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل بها نحو عسيت وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولق والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ أسماً لها ويكون خبره خبراً لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى ولكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعاً نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم ونذر مجيء هسماً بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العزل ملحاً دائما لا تكثراً إني عسيت صائما قوله فأبت إلى فهم وما كدت آئباً وكم مثلها فارقتها وهي تفسير وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع إبهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الإسمية والجملة الفعلية بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه كلها خبراً عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسماً وأما هذه فلم يسمع مجيءها خبراً عن هذين انتهى وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكساً أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل وهذا مذهب السيبوي ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر ولم يرد في القرآن إلا مقترناً بأن قال الله تعالى فعثى الله أن يأتي بالفتح وقال عز وجل عثى ربكم أن يرحمكم ومن وروده بدون أن قوله عثى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وقوله عثى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خريقته أمره وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عثى فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل قترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن قتران خبرها بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وقوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود انتهى وكعسى حرى ولكن جوعلا خبرها حتما بأن متصلة وألزم خلولقا مثل حرى وبعد أو شك انتفاء نزرى متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول فلا تقول إن زيدا لطعام وإشار ما اشتركوا في القناة فلما أتيت بهوى تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم أو بينما أصطه المبتدأ والخبر نحو إن زيدا له والقائم وأشار بقوله وثما حل قبله الخبر إلى أن لام لبتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك فلا تقول إن زيدا له هو لقائم ولا إن لفي الدار لزيدا ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام لبتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والضرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحك الراكبون انتهى ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليتا فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وبن السراج وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليتا وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاد واحترضنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن انتهى وجائز الرفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجها أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك وهو الصحيح فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان وأجاز بعضهم الرفع انتهى وألحقت بإن لكن وأن من دون ليتا ولعل وكأن حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة فتقول أعلمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه وتقول أعلمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الزمور وكذلك تقول ما زيدا قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه وما زيدا قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط وأما ليتا ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحوف الثلاثة انتهى وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدى ما ناطق أراده معتمدا إذا خففت إن فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن نافية ويقل أعمالها فتقول إن زيدا قائم وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمه الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس بإن نافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعنى وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقوله وربما استغني عنها إن بدى إلى آخر البيت واختلت النحويون في هذه لام أخرج تولبت للفرق وكلام السيبويه يدل على أن هلام لبس داء دخلت للفرق ألا من أخرى أجتربت للفرق فتح أن وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن عري بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وذين أبي علي الفارسي فقال الفارسي هي لام غير لام لبتداء اجتربت للفرق وبه قال ابن أبي العافية وقال الأخفش الصغير إنما هي لام لبتداء ادخلت للفرق وبه قال ابن الأخضر انتهى والسأل إن لم يكنا في خنفلات فيه غاربا بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تتمة لا التي لنفي الجنس فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف أي مشابها له والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد الراكب وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا ويسمى المشبه بالمضاف مطولا ومنطولا أي مندودا وحكم المضاف والمشبه به أن نصب لفظا كما مثل والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد فهو معها كخمسة عشر ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لها فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لزيد فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معها وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواطبه فيه نلذ ولا لذاته الشيه وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافع معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالبتداء والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه وذلك لأن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع فإن بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون لا الثانية عاملة عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني أن نصب عطفا على محل اسم لا وتكون الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع الثالث الرفع وفيه ثلاثة أوجه الأول أن يكون معفوفا على محل لا وسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبوي وحينئذ تكون لا زائدة الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس للا عمل فيه وذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب وإن نسب المعفوف عليه جاذ في المعفوف الأوجه الثلاثة المذكورة أعني البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وإن رفع المعفوف عليه جاذ في الثاني وجهان الأول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ومنه قوله فلا لغ ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيه تقدم للعطف على محل اسم لا ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو ننصبا أو ارفع تعديلي إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يلي أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ضريفة الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ضريفا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند شبويه كما تقدم نحو لا رجل ضريف انتهى وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ضريفا بل يتعين رفع نحو لا رجل فيها ضريفا أو نصبه نحو لا رجل فيها ضريفا وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ضريفا ولا فرقة امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد وأشار بقوله وغير المفردي إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف فعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح ولا فرقة ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر وحصل ما في البيتين أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ضريفا وضريفا وضريفا وضريف وللنعت ذي الفصل تمام تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردا وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح فتقول لا رجل وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حدثت لا وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيها انتهى وأعطي لا مع همذة استفهام ما تستحق دون الاستفهام إذا دخلت همذة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم وألا طالعا جبلا ظاهر وحكم المعفوف والصفة بعد دخول همذة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر مع أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العاطف والصفة وجواز الإلغاء فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت ومنه قوله ألا العواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم ومنه قوله ألا افطبار لسلمة أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الإسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات انتهى وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إذا دل دليل على خبر له النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجد حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أغير من الله وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم ظن وأخواتها انصد بفعل القلب جزء يبتدى أعني رأى خال علمت وجده ظن حسبت ودعمت مع عد حجادر وجعل اللذك اعتقد وهبت علم والتي كفير أيضا بها انصد مبتدا وخبره هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للبتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم إلى قسمين أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين أحدهما ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خمسة رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منهما ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وحجى وجعل وهب فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا فاستعمل رأى فيه لليقين وقد تستعمل رأى بمعنى ظن كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه ومثال علم علمت زيدا أخاك وقول الشاعر علمتك الباذل المعروفة فانبعثت إليك بيواجفات الشوق والأمل ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدا أخاك وقد تستعمل خال لليقين كقوله دعالي الغوان عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول وظننت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وحسبت زيدا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح تاقلا ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم ومثال حجى قوله قد كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهب امرأ هالك ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعدن إلى واحد نحو كرهت زيدا هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصير إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصفهم المبتدأ والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خزفا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ووهبا كقولهم وهبني الله في ذاك أي صيرني وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه ورد كقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودة فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا انتهى وخف بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماض من سواه مجعل كل ما له زق تقدم أن هذه الأفعال قسمان أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما والأمر نحو ظن زيدا قائما واسم الفاعل نحو أنا ظن زيدا قائما واسم المفعول نحو زيدا مظنون أبوه قائما فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك واختفت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لما نعنحه ظننت لزيد قائما فقولك لزيد قائما لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام لكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عصفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائما وعمرا منطلقا فهي عاملة فيه لزيد قائما في المعنى دون اللفظ والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائما فليس لظننت عمل في زيد قائما لا في المعنى ولا في اللفظ ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائما وزيد أظن قائما وأخواتها وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها انتهى وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوضمير الشأن أو لا مبتداء في موهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت إمتنع الإلغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنوا مودتها وما إخال لدينا منك تنويل فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنويل فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أددت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظنمت ما زيد قائم أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لأن شرط التعليق أنه إذا حدث المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم فلو حدثت ما لقلت ظننت زيدا قائما والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك لأنك لو حدثت المعلقة وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم إذ لا يقال وتظنون لبثتم هكذا زعم هذا القائل ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل النحويين للتعليق بالآية وشبهها يشهد لذلك وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعد لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر أولام الرسداء نحو ظننت لزيد قائم أولام القسم نحو علمت ليقومن زيد ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات أو الاستفهام وله صور ثلاث الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك الثالثة أن تدخل عليها أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمر وعلمت هل زيد قائم أم عمر لعلم أرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة إذا كان علم بمعنى عرفة تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكذلك إذا كانت ظن بمعنى التهمة تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا أي اتهمته ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب أينسب لرأة التي مصدرها الرؤية ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين فعبر عن الحلمية بما ذكر لأن الرؤية وإن كانت تقع مصدرا لغير رأة الحلمية فالمشهور كونوها مصدرا لها ومثال استعمال رأة الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرة فلياء مفعول أول وأعصر خمرة جملة في موضع المفعول الثاني وكذلك قوله أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما تجاف الليل وانخزلا خزالا إذا أنك الذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالة فالهاء والمين في أراهم المفعول الأول ورفقتي هو المفعول الثاني انتهى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت والتقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما ومثال حذف أحدهما للدلالة أي قال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما فتحذف الثانية للدلالة عليه ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي فلا تظني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثالي وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين فإن لم يدل دليل على الحذف لم يدل لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت أحدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما انتهى وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد عمر منطلق وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحوي الأول أن يكون الفعل مضارعا الثاني أن يكون للمخاطب وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول فإن تقول مضارع وهو للمخاطب الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل فإن فصل بأحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره فمثال ما جتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني ومنه قوله متى تقول لكل سر رواسما يحملنا أم قاسم وقاسمة فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق أو لم يقم مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أنت تقول زيد منطلق فإن فصل بأحدها لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤين لعمر أبيك أم متجاهلين فبني لؤين مفعول أول وجهالا مفعول ثان وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيدا منطلقون انتهى وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سلين فيجرون القول مجرد ضن في نصب المفعولين مطلقا أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقا فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل فهذا مفعول أول قالت وإسرائيل مفعول ثاني انتهى أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفعيل فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى فذكر أن أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفعيل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك فلما دخلت عليهما همزة نقلي زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وذلك نحو أعلمت زيد عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد وهذا هو شأن الهمزة وهو أن تصير ما كان فاعلا مفعولا فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد وأخرجت زيدا وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة وسيأتي الكلام عليه وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى انتهى وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعل أعلم وأرى ما ثبث لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأا وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق للنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم ويدوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر فنا مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر ظرفا في محل الخبر وهم اللذان كانا مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر ويدوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما انتهى وإن تعديا لواحد بلا همز فلاثنين به توصلا والثان منهما كثان اثني كثا فهو به في كل حكم ذؤتسا تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعي وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهم هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيدا عمرا وعلم بمعنى عرفا نحو علم زيدا الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولين كثى وأعطى نحو كثوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما في كونه لا يصق الإخبار به عن الأول فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم وفي كونه يجوز حلفه مع الأول وحلف الثاني وإبقاء الأول وحلف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حلفهما أعلمت وأعطيت ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى ومثال حلف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حلف الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما ومنه قوله تعالى حتى يعط الجزية عن يد وهم صغرون وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت انتهى وكأرى السابق نبى أخبره حدث أنبأك ذاك خبره تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الماقية وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما ومنه قوله نبأت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قوله وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب ذعلك يوما أنت عوديني وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وأنبأت قيسا ولم أبلوه كما زعموا خير أهل اليمن وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى ثارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى إلى ثنين وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى ثنين انتهى الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعلة أو شبهه وحكمه الرفع والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم أي هو وخرج بقولنا على طريقة فعلة ما أسند إليه فعل على طريقة فعلة وهو النائب عن الفاعل نحو ضريب زيد والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرة واسم الفعل نحو هيهات العقيق والضرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه فأبوه مرفوع بالأفضل وإلى ما ذكر وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بشبه الفعل كما تقدم ذكره ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه انتهى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدأا والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصري وأما الكوفيون فأجاز التقديم في ذلك كله وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير نستتر حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على أن يكون زيد فاعلا مقدما بل على أن يكون مبتدأا والفعل بعده رافع لضمير مستتر والتقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فأجاز التقديم في ذلك كله وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهذه الصورة الإفراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتأتي لألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهد وقد يقال سعد وسعد سنًا أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيقول كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام قام الزيدان ولا قام الزيدون ولا قمنا الهندات فتأتي بعلامة في الرافع على أي حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به والزملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر ويحتمل وجها آخر وهو ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة عن الألف والوا والنون ومذهب طائفة من العرب وهم بن الحارس بن سعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فتقول قاما الزيدان وقامو الزيدون وقمنا الهندات فتكون الألف والوا والنون حروفا تدل على التثنية والجمع كما كانت التاء في قامة هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامة ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم وقوله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدلوا وقوله رأينا الغوان الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفائل اثنين وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأينا والنون حرف يدل على جمع المؤنث وإلى وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعد وسعد إلى آخر البيت ومعناه أنه يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع فأشعر قوله وقد يقال بالأمر كذلك وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده وأما إذا جعلته من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالبراغيث فاعل أكلون وملائكة فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف انتهى ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ إن دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد التقدير وقد وقد يحدث الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور نحويين وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى انتهى لأنثى كأبت هند الأذى إذا أسنغ الفعل الماضي إلى مؤنث لحقت هتاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هند وطلعت الشمس لكن لها حالتان حالة لزوم وحالة جواز وسيأتي الكلام على ذلك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري تلزم تلزم تاء التأنيف الساكنة الفعل الماضي في موضع أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا تقول قام ولا طلعت فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتبت نحو هند ما قام إلا هي الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقيا التأنيف نحو قامت هند وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حري وعص حر حرح فحذف تلام الكلمة وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله انتهى وقد يبيح الفصل ترك التاء فيه نحو أتى القاضية بنت الواقف إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات فتقول أتى القاضية بنت الواقف والأجود أتت وتقول قام اليوم هند والأجود قامت انتهى والحذف مع فصل بإلا فض كما ذكى إلا فتاة بن العلى وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إن أرد إن أراد أنه مفضل عليه فغير فغير صحيح شعر كقوله فلا جمع سلامة المذكر لم يجوز الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجماعة وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة فكما تقول كثرت اللبنة وكثرة اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعم وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس فأومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشباهه به في أن المقصود به متعدد ومعنى قوله استحسن أن الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الإثبات أحسن منه انتهى والأصل في الفاعل أن يتصف والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يقصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه كالجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربته وضربته وإنما ثكنوه كراهة توالي أربع متحركات وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلى مما سيذكره فتقول ضرب زيدا عمر وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحت هذا قسمان أحدهما ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أي تضرب أضرب أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت أو ضمير منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد فلو أخر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم بخلاف قولك أدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتك هو وأعطيتك إياه والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا فتقول عمرا ضرب زيد انتهى وأخر واخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحفر يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خطي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحو قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره فتقول أكل موسى الكم مسر وأكل الكم مسر موسى وهذا معنى قوله وأخر المفعول إلا بصنح ذر ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحفر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا إلا أنا انتهى وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره وذلك كما إذا كان الحصر بإلا فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا إلا زيد ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيد ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد ومنه قوله تزودت من ليلة بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بكلامها هذا معنى كلام المصنف واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا فأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محدود والتقدير درى ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد الثاني وهو مذهب الكثائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا انتهى وشاع نحو خاف ربه عمر وشد نحو ذان نوره الشجر أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المجتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر وذلك نحو خاف ربه عمر فربه مفعول وقد اجتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفظا لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا فلو اجتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف وذلك نحو ضرب غلامها جار هند فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كانت عوده على ما رتبته التقديم لأن المتصل بالمتقدم متقدم وقوله وشد إلى آخره أي شد عود الضمير من الفائل المتقدم على المفعول المتأخر وذلك نحو زان نوره الشجرة فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول وإنما شد ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ومثبتا لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين وما ورد من ذلك تأولوه وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعر وكاد لو ساعد المقدور ينتصر وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندا في ذر المجد وقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سينماو فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة وذلك نحو ضرب بعلوها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع انتهى النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنيل خير نائل يحدث الفاعل ويقام المفعول به مقامه فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه وذلك نحو نيل خير نائل فخير نائل مفعول قائم مقاما فاعل والأصل نال زيد خير نائل فحدث الفاعل وهو زيد وأقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيل على أن يكون مفعولا مقدما بل على أن يكون مبتدأا وخبره الجملة التي بعده وهي نيل والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر والتقدير نيل هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل انتهى فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر فيه مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كي ينتحي المقول فيه ينتحا يضم أول الفعل الذي لم يسم فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك قولك في وصل وصل وفي المضارع قولك فيه ينتحي كاستحلي إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء مطاوعة ضم أوله وثاني وذلك كقولك في تدحرج وفي تكسر تكسر وفي تغافل تغوفل وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وذلك كقولك في استحلى استحليا وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق وكسر أوشن فاثلاثي أعل عينا وضم جاك بوعا فاحتمل إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين فقد سمع في فائه ثلاثة أوله أولا إخلاص الكسر نحو قيل وبيع ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا ثانيا وإخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت وهي لغة بني دبير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد ثالثا والإشمان وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قلئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءتي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء بالإشمام فيه قيل وغيظ وإن بشكل خيف لبس يجت نب وما لباء قد يرى لنحو حب إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو السامة من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمان فتقول سمت ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لألا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمان فتقول بعت يا عبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لألا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت والثوبة وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجي تنب أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعنى الضم والكسر والإشمان عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمان هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي وقوله وما لباع قد يرى لنحو حم معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمان يثبت لفاء المضاعف نحو حبة فتقول حبة وحبة وإن شئت أشمان انتهى وما لفاب علم العين تلي تختار وانقاذ وشبه ينجلي أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو امفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاذ وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختور وانقود والكسر نحو اختير وانقيد والإشمان وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف انتهى وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري تقدم ان الفعل اذا بني لما لم يسم فاعله اقيم المفعول به مقام الفاعل واشار في هذا البيت الى انه اذا لم يوجد المفعول به اقيم الظرف او المصدر او الجار والمجرور مقامه وشرف في كل واحد منها ان يكون قابلا للنيابة اي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر اذا اريد به سحر يوم بعينه ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر لان لا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب وكالمصاب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار لانه لا فائدة من ذلك ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد انتهى ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد مذهب البصريين إلا الأقفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول ضرب زيد ضرب شديد يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر فتقول ضرب ضرب شديد زيد وضرب زيد ضرب شديد وكذلك في الباقي واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجز قوما بما كانوا بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من شرح بن عقيل على ألفية بن مالك تتمة اشتغال العامل عن المعمود والرفع في غير الذي مر رجح فما أبي حفعل ودعم لا يبح هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كل فكي الإضمار وليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير وأنشد أبو السعداء ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نفس وكلي ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكثر تاء جنات انتهى وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة توصل يجري يعني أنه لا فرق في الأحوال الخنفة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام فاحبه أخبر خفف أي اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة فلا يجوز نصب زيد لانما بعد الالف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه والله اعلم انتهى وعلقة حاصلة بتابعي فعلقة بنفس الاسم الواقع تقدم انه لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته وبينما انتصل بحرف جر نحو زيدا مررت به او باضافة نحو زيدا ضربت غلامة وذكر في هذا البيت ان الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي ومعناه انه اذا عمل الفعل في اجنبي واتبع بما اجتمل على ضمير اسم السابق منصفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه او عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا اباه او معطوف بالواوي خاصة نحو زيدا ضربت عمرا واخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصن بنفس السبب فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه وكذلك الباطل وحاصله ان الاجنبية اذا اتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي والله اعلم انتهى تعد الفعل ولزومه علامة الفعل المعدة انقصل ها غير مصدر به نحو عمل ينقصم الفعل الى متعد ولازم فالمتعد هو الذي يصل الى مصعوله بغير حق جر لازم ما ليس كذلك وهو لا يصل الى مصعوله الا بحرف جر نحو مرضت بزيد بنفسه سعلا متعديا وواقعا ومجاوزا وما ليس كذلك يسمى لازما وقاطرا وغير متعد ويسمى متعديا بحرف جر وعلامة الفعل المتعد ان تتصل به ها تعود على غير المصدر وهي ها المفعول به نحو الباب اغلقته واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فانها تتصل بالمتعد واللازم فلا تدل على تعدي الفعل المتصلة بالمتعد الضرب ضربته زيدا اي ضربت الضرب زيدا ونثال المتصلة باللازم القيام قمته اي قمت القيامة انتهى فانصب به مفعوله ان لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب شأن الفعل المتعد ان ينصب مفعوله ان لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فان ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند امن اللبس كقولهم كقولهم خرقت ثوب المثمارة ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع والافعال المتعدية على ثلاثة افسام احدها ما يتعدى الى مفعولين وهو قسمان احدها ما اصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن واخواتها والثاني ما ليس أصوهما ذلك كأعطى وكسب والقسم الثاني ما يتعدى الى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى والقسم الثالث ما يتعدى الى مفعول واحد كضرب ونحوه انتهى انتهى ولاجم غير المعدى وحتم لزوم أفعال استجايا كنهم كذف على الله والمضاهق عنسة ومقتضى نظافة أو دنسة أو عرب اللازم هو ما ليس بمتعدل وهو ما نحو اقشعر وطمأن أو على وزن فعن للا نحو اقعنسة وحرنسة أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظفة أو على دنسة كدنسة التوب ووسخة أو دل على عرب مفعول واحد نحو واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدى الى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا الى مفعول واحد نحو فالك ففهمها وعلمته النحو فتعلمه انتهى وعد لازما بحرف جر وإن أذف فالنصب للمنجر سيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مرات زيبان قال الشاعر تمرون ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام أي تمرون بالديار ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حلف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأقفش الصغير إلى أنه يجوز الحلف مع غيره مقياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحلف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حلف الباء فتقول بريت القلم السكين فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحلف نحو رغفت في زيد فلا يجوز حلف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغفت عن زيد أو في زيد وكذلك إن لم يتعين مكان الحرف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحلف فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم وأما أن وأن فيجوز حلف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللذي كقولك عجبت أن يدو والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطو دية ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم فيجوز فيجوز حلف ما حلف من فتقول عجبت أنك قائم فإن حصل في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم لإحكم لإحكمال أي في محل جر وذهب الكتائي إلى أنهما في محل نصب وذهب التيبويه إلى تجويز الوجهين وحاطله أن السألة التي ترجمة نانسي قنقر 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 والله اعلم حتى يعطوكم الجزية فان ضر حذف الفضلة لم يجب ويحذف الناصبها ان عقلت لدلالة ما قبله هذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته التقدير ضربت زيدا ضربته فحذف ضربت وجوبا كما تقدم والله اعلم التنازع في العمل ان عاملان قطعيا في اسم عمل طبعا منهم العمل والثاني اولى عند اهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا اسرة التنازع عبارة عن توجه عاملين الى معمول واحد نحو ضربت واحد من ضربته واكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله ان عاملان الى اخره وقوله قبل معناه ان العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه انه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهم العمل معناه ان احد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والاخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما تيذكره ولا خلاف بين البصريين والكفيين انه يجوز اعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الاولى منهما فذهب البصريون الى ان الثاني اولى به لقربه منه وذهب الكفيون الى ان الاول اولى به لتقدمه واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ملتزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك اي اذا اعملت احد العاملين في الظاهر واهملت الاخر عنه فاعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الاضمار ان كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حلفه كالفاعل وذلك كقوله يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فان اعملت الثانية وجب ان تدمر في الاول فاعله فتقول يحسناني ويسيء ابناك وكذلك ان اعملت الاول وجب الاضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيء ابناك ومثله بغى واعتديا عبداك وان اعملت الثانية في هذا المثال قلت بغى يا واعتديا عبداك ولا يجوز ترك الاضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتديا عبداك لان تركه يؤدي الى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر واجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل واجازه الفراء على توجه العاملين معا الى الاسم الظاهر وهذا بناء منهما على منع الاضمار في الاول عند اعمال الثاني فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة ولا تجئ مع اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اوهل بل حذفه الزم ان يكون غير خبر واخرا هو ان يكون هو الخبر تقدم انه اذا اعمل احد العاملين في الظاهر واهمل الاخر عنه اعمل في ضميره ويلزم الاضمار ان كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل او نائده ولا فرق في وجوب الاضمار حينئذين بين ان يكون المهمل الاول او الثاني فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيءان ابناك وذكر هنا انه اذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو اما ان يكون عمدة في الاصل وهو مفعول ظن واخواتها لانه مبتدأ في الاصل او خبر وهو المراد بقوله ان يكون هو الخبر او لا فان لم يكن كذلك فاما ان يكون الطالب له هو الاول او الثانية فان كان الاول لم يجزي الاضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومرت ومر بي زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد وقد جاء في الشعر كقوله اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فقل للغيب احفظ للعهد وألغي احاديث الوشات فقل ما يحاول واش غير هجران بوجده وان كان الطالب له هو الثاني وجب الاضمار فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحدث فلا تقول ضربني وضربت زيد ومر بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر كقوله وقد جاء في الشعر كقوله بعكاض يُعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه والأصل لمحوه فحدث الضمير ضرورة وهو شاد كما شد عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له الأول أو الثانية فإن كان الطالب له هو الأول وجب اضماره مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو متصلا فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بزيد بل يلزم الحذر فتقول ضربت وضربني زيد ومرت ومر بزيد إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة انتهى وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخويني فرقا أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمني ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرده ومفسره متمنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخويني فزيدا مفعول أول لأظنه وعمرا معصوف عليه وأخوين مفعول ثاني لأظنه ولياء مفعول أول ليظناني فيحتاج إلى مفعول ثاني فلو أتيت به ضميرا فقل أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخويني لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخويني لأنه مفرد وأخويني متنى فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجود وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخويني حصلت مطابقة المفسر للمفسر لكون إياهما متنى وأخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار فتقول أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخويني فزيدا وعمرا أخويني مفعولا أظن ولياء مفعول يظناني الأول وأخا مفعوله الثاني ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع لأن كل من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصري فأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المغبر عنه فتقول أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخويني وأجاز أيضا الحلفة فتقول أظن ويظناني زيدا وعمرا أخويني انتهى المفعول المطلق المطلق اسم ماسي والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان فقام يدل على قيام في زمن ماضي ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمن والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرط جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له انتهى بمثله أو فعل نوص النصب وكونه أصلا لهذين تخب ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا أو بالوسط نحو أنا ضارب زيدا ضربا ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين تخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوسط ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والفاعل توكيدا أو نوعي بين أو عدد كثرت سيرتين سير دي رشد المصدر المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير دي رشد وسرت سيرا حسنا الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات انتهى وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجدل قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضربته بعض الضرب وكالمصدر المرادث لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجدل فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والجزل نائب مناب الفرح لمرادفته له وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة ودعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا أي ضربت الضربة ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين أي لا أعذب العذابة وعدده نحو ضربته ضربة ومنه قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة والآلة نحو ضربته سوطا والأصل ضربته ضرب سوط فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة والله تعالى أعلم انتهى وما لتوكيد فوحد أبدا وتمي وجمع غيره وأفردا لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل يجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرير الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه فأما المبين للعدد فلا خلافة في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربتين وضربات وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا بل يقتصر فيه على السماع وهذا اختيار الشلوب انتهى وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع المصر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه لأن قولك ضربا زيدا مضطر مؤكد وعامله محذوك وجوبا كما سيأتي ليس بصحية وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة ضرب زيدا لأنه واقع موقعه فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء لأن المصطر فيه نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصطر المؤكد لعامله أن المصطر المؤكد لا خلافة في أنه لا يعمل واختلف في المصطر الواقع موقع الفالي هل يعمل أو لا والصحيح أنه يعمل فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو ضرب فعلى القول الأول ناب ضربا عن ضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل انتهى والحذف حكم مع آت بدلا من فعله كندلا الذي كأنجلا يحذف عامل المصطر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصطر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا والدعاء نحو ثقيا لك أي ثقاك الله وكذلك يحذف عامل المصطر وجوبا إذا وقع المصطر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ نحو أتوانيا وقد علىك المشيب أي أتتوانى وقد علىك ويقل حذف عامل المصطر وإقامة المصطر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك فالمصطر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصطر نائب منابه في الدلالة على معناه وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألها الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل التعالب فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل والندل خف الشيء بسرعة وزريق منادة والتقدير ندلا يا زريق المال وزريق اسم رجل وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا وفيه نظر لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا فكذلك ما ناب منابه وإن جعل نائبا وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أيضرب زيدا والله أعلم انتهى وما لتقصيل كإما من عامله يحذف حيث عنه يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تقصيلا لعاقبة ما تقدمه كقوله تعالى حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنه أي عرض انتهى كذا مكرر ودو حصر ورد نائب فعل لسم عين استند أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لسم عين أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامة ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يتكرر ولم يحصر لم يجد الحذف نحو زيد سيرا والتقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم انتهى ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدى نحوله وعلي ألف عرفا والثاني تبني أن تحقم صرفا فأي من المصطر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا فاعترافا مصطر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصطر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدى أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصا فيه نحو أن تبني حقا فحقا مصطر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحبه حقا وسمى مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصبح له ولغيره لأن قولك أن تبني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة بنيه فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المرادة البنوة حقيقة فتأثرت الجملة بالمصطر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره بوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه كذلك ذو التشديه بعد جملة كليبكا بكاء ذات عضلة أي كذلك يجب حلف عامل المصطر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مجتملة على فائل المصطر في المعنى نحو لزيد صوت صوت خمار وله بكاء بكاء التكلة فصوت حمار مصطر تشبيهي وهو منصوب بسأل محذوف وجوبا والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مجتملة على الفائل في المعنى وهو زيد وكذلك بكاء التكلة منصوب بسأل محذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء التكلة فلو لم يكن قبل هذا المصطر جملة وجب الرفاء نحو صوته صوت حمار وبكاءه بكاء التكلة وكذا لو كان قبله جملة وليست مجتملة على الفائل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء التكلة وهذا صوت صوت حمار ولم يتعرض المصنف لهذا الشرق ولكنه مفهوم من تمثيله المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذاقنع المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكرا فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت بني تأديبا فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جوابي لما فعلت الضربة وهو مشارك لضربته في الوقت والفاعل وحكمه جواز النصد إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباب فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمي ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمر له ولا ينتمع الجر بالحرط مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد ودعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا لا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم انتهى وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء وإضافة النصب نحو ضربت بني تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت بني لتأديب ودعم الجدولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما فرح به النحويون وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويدوز النصب فضربت بني للتأديب أكثر من ضربت بني التأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيتة فالجبن مسؤول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا ورقبانا وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السوا فتقول ضربت بني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وقوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيل تكرمه انتهى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد كهننكث أزمنا عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد نحو انكث هنا أزمنا فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى فيه لأن المعنى انكث في هذا الموضع وفي أزمنا واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فإنه لا يسمى ضرفا والحالة هذه وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ضرفا في الاصطلاح وكذلك ما مصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل واحترز بقوله باقتراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا لأن أسماء المكان المحتفة لا يجوز حلق فيه معها فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة على الضرفية وإنما هي منصوبة على التشريه بالمفؤول به لأن الضرفة هو ما تضمن معنى فيه باقتراد وهذه متضمنة معنى فيه لا باقتراد هذا تقارير كلام المصنق وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشريه بالمفؤول به لم تكن متضمنة معنى فيه لأن المفؤول به غير متضمن معنى فيه فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باقتراد ليخرجها فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه والله تعالى أعلم انتهى فانصبه بالواقع فيه مظهرة كان وإلا فنوه مقدرة حكم ما تضمن معنى فيه في أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة وكم سرت فتقول فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله أعلم انتهى وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رما يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرط لحظة وساعة أو مختصا إما بإضافة نحو سرط يوم الجمعة أو بوصن نحو سرط يوما طويلا أو بعدد نحو سرط يومين وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعا أحدهما المبهم والثاني معصيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وشح وأمام وخلف ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبهما على الظرفية وأما ماصيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرف نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظ نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفيه نحو جلست في مرمى زيد ولا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثرية أي كائن مقعد القابلة ومسجر الكلب ومناط الثرية والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مسجر الكلب وفي مناط الثرية ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكساء وإلى هذا أشار بقوله وشرت كون ذا مقيسا أي يقع ظرفا لما في أصله معه جتمع أي وشرت كون نصب ما اشتق من المصر مقيسا أي يقع ظرفا لما جتمع معه في أصله أي ينتصب بما يجامعه في الاشتقاط من أصل واحد كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاط من الجلوس فأصلهما واحد وهو الجلوس وظاهر كلام المصنف أن المقادير ومصيغ من المصدر مبهمان وأما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة وذكر الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا ومختصا نحو جلست مجلس ذي وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا فاعلم أنه وذلك وذلك لهدت الشأمة و حسنا 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 لابد حسنا من الكلم ينقسم اسم الزمان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو صرت يوما وجلست مكانا ويستعمل مبتدأ النحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانه وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فإن لم تريده من يوم إلا آل لوط نجيناهم بسحر وفوق نحو فوق الدار فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيت ولا تجر عند إلا بمن فلا يقال خرجت إلى عنده وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكسر ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد فحدث المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكسر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك فلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد والأصل وقت فلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد فحدث المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر انتهى المفعول معه ينصب تالي الواوي مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة بما في الفعل وشبهه سبق ذا النفق لا بالواوي في القول الأحق المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واوي بمعنى معه والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه فمثال الفعل سيري والطريقة مسرعة أي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة وأعجبني سيرك والطريقة فالطريقة منصوب بسائر وسيرك وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو وهو غير صحيح لأن كل حرف اختصت بالاسم ولم يكن كالجدء منه لم يعمل إلا الجرى كحروف الجرى وإنما قيل ولم يكن كالجدء منه احترازا من الألف واللام فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجدء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى معه وتقدمه فعل أو شبه وهو الصحيح في قول النحوه وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه وهذا الاتفاق وأما تقدمه على وسمع من كلام العرب نصبوه بعدما وكيف ما أنت وزيدا وكيف أنت وقفعة من سريد فخرجهن وقفعة من سريد فزيدا وقفعة منصوبان بتكون والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف نسق والنصب إن لم يجزي العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصل الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف فإن أمكن عطفه فهو أحق من النصب نحو كنت أنا وزيد كالأخوين فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا الوائد مفعولا فإن أم وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فألم يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردة وتقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشراءكم لا يجوز عطفه على أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم انتهى الافتثناء مستثنة الله مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي تخذ اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعنت ميم فيه إبدال وقع حكم المستثناء بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيبا وقام القوم إلا حمارا وضربت القوم إلا حمارا ومررت بالقوم إلا حمارا فزيبا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبا ويت وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المجتمل على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو مقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا ولم يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا قدر أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قولة وبعد نفي أو كنفي تخب إتباع ما اتصل أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي وإن كان الاستثناء مططعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع وأجازه بني تمين فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار وهذا هو المراج بقوله وانصب من قطع أي ينصب الاستثناء المنقطعة إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تمين وأما بني تمين فيجيزون إتباعه فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصبه إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نفهه على ذاته يدل على أو شبه نفي إن تخب أي اختير إتباع ما اتصل ووجب نصب من قطع عند غير بني تمين وأما بني تمين فيجيزون إتباع المنقطع انتهى وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله فما لي إلا آل فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله تخصيصه ورود غير معرفة بإعراب ما يقتضيهما قبل إلا قبل دخولها وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد فزيد فاعل مرفوع بقامة وزيد منصوب بضربته وبزيد متعلق بمررته كما لو لم تذكر إلا وهذا هو الاستثناء المفرر ولا يقع في كلام موجب فلا تقول ضربت إلا زيدا انتهى وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إذا كررت إلا لقضل التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها وذلك في البدل والعقف نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا أي لم تفد فيه استثناء مستقلا وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا والأص لا تمرر بهم إلا الفتى العلا فالعلا بذل من الفتى وكررت إلا توكيدا ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا والأص إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا ومثال العطف إلا لكة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها والأص وطلوع الشمس كررت إلا توكيدا وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله والأص إلا عمله رسيمه شكرا ما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي بشغل العامل بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثير العامل في واحد من ما استثنيته بإلا ونصب الباقي وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والفزن وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرء إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم وأما باقيها فيجب نصبه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فزيد بدل من أحد وإن شئت أبدلت غيره من الباقين ومثله قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي فامرؤ بدل من الواوي في يفو وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجبا فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكبر المستثنى وانصب الباقي ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون انتهى واستثنى مجرورا بغير معرضا بمال مستثنى مثل ما ملكت يدي فقائنا حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم ومنها أن تخفف النكرة بوصف أو بإضافة فمثال ما تخفف بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين ومثال ما تخفف بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يب من بعد نفي أو مضاهيه فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وفح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يفق كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري لأن الواوى لا تفصل بين الصفة والموصوف وأيضا وجود إلا مانع من ذلك إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف ومن من صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأقفش في المسائل وأبو علي الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي هل حم عيش باقيا سترا لنفسك العذر في إبعادها الأمل ومثال ما وقع بعد النهل قول المصنف لا يبغي مرؤ على مرئ مستسهلا وقول قطري بن الفجاء لا يركن أحد إلى الإحجان يوم الوضع متخوفا لحمامه واحترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة للمسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل وقولهم عليه مئة بيضا وأجاز سيبويه فيها رجل عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما وسبق حال ما بحرف جر قد أذول أمنعه فقد ورد نذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف فلا تقول فيه مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله لإن كان برد الماء هيمانا فاديا إلي حبيبا إنها لحبيب فهيمانا وفاديا حالان من الضمير المجرور بإله وهو الياء وقوله فإن تك أزواد أصبنا ونسوة فلن يذهب فرغا بقتل حباله ففرغا حال من قتلي وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائد نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا انتهى ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصف عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول فتقول مما تضمن معنى فإبراهيم حالا أولوك مما تضمن معنى فإبراهيم حالا مما تضمن معنى فإبراهيم حالا فحنيفا فحنيفا حال من إبراهيم والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصف الاستغناء بالمضاف إليه عنها فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح فإن لم يكن المضاف مما يصف أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه إيه 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 تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا مخلصا زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا لأن فعل التعجر غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل لم يجز تقديمها عليه وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنت فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا تقول زيدا ضاحكا أحسن من عمر بل يجب تأخير الحال فتقول زيدا أحسن من عمر ضاحكا انتهى وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمله كتلك ليتا وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر لا يجوز تقديم الحال على عامله المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشليه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند مجردة وليتا زيدا أميرا أخوكا وكأن زيدا راكبا أسد وزيدا في الدار أو عندك قائما فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل ونحوها فلا تقول مجردة تلك هند ولا أميرا ليتا زيدا أخوكا ولا راكبا كأن زيدا أسد وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيدا قائما عندك والجار والمجرور نحو سعيدا مستقرا في هجر ومنه قوله تعالى والسماوات مقويات بيمينه في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخفش قياسا ونحو زيدا مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهم تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة واستثني من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا وزيد مفردا أنفع من عمر معانا فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان وكذا قاعدا ومعانا وهذا مذهب الجمهور وزعم الثرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحلوفة والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التقديل ولا تأخيرهما عنه فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا انتهى والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلا وغير مفردي يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما جاء ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيتوا ومنه قول لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقيا فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء انتهى وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعتفل أرض مفسدا تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة فمثال الأول لا تعت في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين وقوله تعالى ولا تعتوا في الأرض مفسدين ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وقوله تعالى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره انتهى وإن تؤكد جملة فمضمروا عاملها ولفظها يؤخروا هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة وشرط الجملة أن تكون سمية وجزآها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا ومنه قوله أنا بن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحق معروفا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توشطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك وموضع الحالي تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة والأصف في الحال والخبر والصفة الإفراد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذ عمر قائم والضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة انتهى وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وذات واو بعدها نوي مبتدى له المضارع جعلن مسندة الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجوز أن تقترن بالواو بل لا تربط إلا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمر تقاد الجنائب بين يديه ولا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فإن جاء من لسان العربي ما ظاهره ذلك أولا على إضمار مبتدأ بعد الواو ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ وذلك نحو قولهم قمت وأسك عينه وقوله فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكة فأسك وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف والتقدير وأنا أسك وأنا أرهنهم انتهى وجملة الحال سوى ما قدما بواونا وبمضمر أو بهما الجملة الحالية إما أن تكون سية أو فعلية والفعل مضارع أو أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي فتقول جاء زيد وعمر قائم وجاء زيد يدوه على رأسه وجاء زيد ويدوه على رأسه وكذلك المنفي وتقول جاء زيد لم يضحط أو ولم يضحط أو ولم يقم عمر وجاء زيد وقد قام عمر وجاء زيد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمر وجاء زيد ما قام أبوه أو وما قام أبوه ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالورد وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز قترانه بالواو كالمضارع المثبت وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إدمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني لتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعاني فلا تتبعاني خبر لمبتدأ المحذوف انتهى والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا فمثال ما حذف جوازا أي قال كيف جئت فتقول راسبا تقديره جئت راسبا وكقولك بلا مسرعا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلا سرت مسرعا ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه التقدير والله أعلم بلا نجمعها قادرين ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عفوفا ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضربي زيدا قائما التقدير إذا كان قائما وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قوله اشتريته بذرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا وهذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حضل أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره انتهى التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمر تقدم من الفضلات المفؤول به والمفؤول المطلق والمفؤول له والمفؤول فيه والمفؤول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا وهو كل ثن نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا واحترز بقوله متضمن معنى من من الحال فإنها متضمنة معنى فيه وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله كاسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا والمكيلات نحو له قفيز برا والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرا والأعداد نحو عندي عشرون درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الرأس شيبا وغرفت الأرض شجرا ومثله وفجرنا الأرض عيونا فنفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد والأصل غرفت شجر الأرض فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع العامل الذي قبله انتهى وبعد ذي وشبه هجرره إذا أضفتها كمد حنطة غذى والنصب بعد ما أضيف وجبه إن كان مثل ملء الأرض ذهب أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن فيجوز جر التمييز بعد هذه الإضافة إن لم يضط إلى غيره نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة سحارة ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا فمنزلا ومالا يجب نصبهما إذ يصقوا جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت على منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينفض حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا انتهى وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا وأكرم بأبي بكر أبا ولله ذرك عالما وحسبك بزيدا رجلا وكفى به عالما ويا جارة ما أنت جارة انتهى واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد يجوز جر التمييز بمن إن لم يقم فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من برهم انتهى وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي برهما عشرون وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيبه وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا الرأس يشتعله ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي عشرون درهما وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيدا رجلا فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيدا رجلا ما أكفاه رجلا قد تم بعون الله تعالى وحسن تأييده الجزء الأول من شرح العلامة بن عقيل على ألفية بن مالك وحواشين عليه التي سميناها منحة الجليل بتحقيق شرح بن عقيل ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني مفتتحا بحروف الجر بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من شرح بن عقيل قاط القضاء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهنداني المصري على ألفية الإمام الحجة الثبت أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك رحمهما الله تعالى حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إله حتى خلاحا شاعدا في عن على مذ منذ رب اللام كيوى وتاء والكاف والبا ولعل ومتى هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء وقل من ذكر كيوى ولعل ومتى في حروف الجر فأما كيوى فتكون حرف جر في موضعين أحدهما إذا دخلت على ماء الاستفهامية نحو كيمة أي لمة فماء استفهامية مجرورة بكيوى وحذفت أليفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهائل السكت الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصر مجرور بكي والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنها قوله لعل أبي المغوار منك قريب وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآني وقريب وفضلكم خبراني ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالبائفي بحسب كذرهم وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح وروي أيضا حرف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها وأما متى فالجر بها لغة هذيل ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفع متى لجج خضر لهن نئيج وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر فتقول لولايا ولولاك ولولاه فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك وزعم المبرد أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق بما أنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن وقوله وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من كنة نيخ منهوي انتهى بالظاهر اخصص منذ مذو حتى والكاف والواو ورب واتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في البيت الأول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر منذ ومذ من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى فيه نحو ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا وإن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب وهذا معنى قوله واخصص بمذ ومنذ وقتا وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له وقد شذ جرها للضمير كقوله فلا والله لا يلفي أناس فتن حتى كيبن أبي زياذي ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضهم ولغته ذير إبدال حائها عينا وقرأ ابن مسعود فتربصوا به عتاحين وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تجر التاء إلا لفظ الله فتقول تالله لأفعلن وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة قالوا ترب الكعبة وهذا معنى قوله والتاء لله ورب وسمع أيضا تالرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك وهذا غريب ولا تجر رب إلا نكرة نحو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله وبرب منكرا أي وخصص بربا نكرة وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واهن رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه كما شذ جر الكاف له كقوله خل الذنابات شمالا كتبا وأم أو عال كها أو أطربا وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا وهذا معنى قوله وما رووا البيتة أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو ربه فتى قليل وكذلك جر الكاف المضمرة نحو كها بعض وبين وبتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولبتداء الغاية في غير الزمان كثيرا وفي الزمان قليلا وزائدا فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فجتن بردجس من الأوثان ومثالها لبتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومثالها لبتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقول الشاعر تخيرن من أدمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب ومثال الزائدة ما جاءني من أحد ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة الثاني أن يسبقها نفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد والاستفهام نحو هل جاءك من أحد ولا تزاد في الإيجاب ولا يؤتى بها جارة لمعرفة فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخفش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم وأجاز الكفيون زيادتها في الإيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان من مطر أي قد كان مطر انتهى للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام والأصل في هذه الثلاثة إلى فلذلك تجر الآخرة وغيره نحو سرط البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرهما فلا تقول السرط البارحة حتى نصف الليل واستعمال اللام للانتهاء قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لأجر مسمى ويستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي بدلكم وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقى أي بدل البقول ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر نعم أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا ورقبانا انتهى واللام للملك وشبهه وفي تعذية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبغة تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكرها هنا أنها تكون للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار وللتعذية نحو وهبت لزيد مالا ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله وإني لتعروني لذكراك هذة كمن تفض العصفور بل له القطر وزائد قياسا نحو لزيد ضربت ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون وسماعا نحو ضربت لزيد وأشار بقوله والضرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء وفيه فذكر أنهم اشتركا في إفادة الضرفية والسببية فمثال الباء للضرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ومثال فيه للضرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض انتهى بالبتع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومنوعا بهنطقي تقدم أن الباء تكون للضرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعبية نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وللالصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بعتك التوبة بطرازه أي مع طرازه وبمعنى من كقوجه شربنا بماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك انتهى على للإستعلى ومعنى في وعن بعن تجاوزا عن من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل تستعمل تستعمل على للاستعناء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت عن القوس وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله لا هبن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي لا أفضلت في حسب علي كما تعمل تعالى بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو كشير لعمر الله أعجبني رضاها أي إذا رضيت عني انتظر شبه بكاف وبها التعليل قد يعناو زائدا لتوكيد ورد تأتي الكاف للتشريه كثيرا كقولك زيد كالأسد وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق أي فيها المقق أي الطول وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقرق قال كهين أي هينا انتهى واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهم من دخل استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتر فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهم وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي أي غدت من فوقه وقوله ولقد أراني للرماح رذيئة من عيميني تارة وأماني أي من جانب يميني انتهى ومذ ومنذ اسمان حيث وفع أو أولي الفعلك جئت مذدع وإي جر في مضي فكم هما وفي الحضور معنا في استب تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهم الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا فمذ مبتدأ خبره ما بعد وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما ومثال ومثال الثاني جئت مذ دع فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطاياهم أغرقوا وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم انتهى وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليه ما وجر لم يكف تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفه ما عن العمل كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار وقد تزاد بعدهما فلا تكفوهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوي يا ربتنا غارة شعواء كاللذعة بالميسم وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمه انتهى وحذفت ربه فجرت بعد بل والفاو بعد الواو شاعذ العمل لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سندكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاسم الأعماق خاول مخترق ومثاله بعد الفاء فمثلك حبلة قد طرقت ومرضع فالهيتها عندي تمائم محول ومثاله بعد بل قوله بل بلد من الألف جاجي قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه والشائع من ذلك حلفها بعد الواو وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء كقوله رسم دار وقفت في طلله كت أقضي الحياة من جلله انتهى وقد يجر بسوار بلد حج وبعضه يرى مضطردة الجر بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله والتقدير على خير وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي أشارت إلى كليب وقوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبدخ فارتقى الأعلام أي فارتقى إلى الأعلام والمضطرد والمضطرد نون 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 تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذفك فورسين والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذ لما سوى زينك واخصص أول أو أعطه التعريف بالذي تلى إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الأعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما أو تنوين وجر المضاف إليه فتقول هذان غلام زيد وهؤلاء بنوه وهذا صاحبه واخترف في الجار للمضاف إليه فقيل هو مجرور بحرط مقدر وهو اللام أو من أو فيه وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو فيه وهو اختيار المصنف وإلى هذا أشار بقوله وانوي من إلى آخره وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو فيه فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا أي ضرب زيد في اليوم ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وقوله تعالى بل مقر الليل والنهار فإن لم يتعين تقدير من أو فيه فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمر أي غلام لزيد ويد لعمر وأشار بقوله وقصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا تفيد الاسم تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين والمحضة ليست كذلك وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرا نحو هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد وإن يشابه المضاف يفعل واصف عن تنكيره لا يؤذل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة وهو غير المحضة وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل أي الفعل المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا وهذا راجينة ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأبي وهذا مروع القلب ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل الحيل وعظيم الأمل فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل رب عليه وإن كان مضافا لمعرفة نحو رب راجينة وتوصف به النكرة نحو قوله تعالى هديا ذارغ الكعبة وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية وأما القسم الأول فيفيد تخفيفا أو تعريفا كما تقدم فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا ومعناهما متحد وإنما أضيف طلبا للخفة انتهى ووصل ألب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالتاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف التاني كزيد الضارب رأس الجاني لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة فلا تقول هذا الغلام رجل لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما وأما ما كانت إضافته غير محضة وهو المراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت فكان القياس أيضا يقتضي أن لا تدخل الألف واللام على المضاف فيه لما تقدم من أنهما متعاقبان لكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه كالجعد الشعر والضارب الرجل أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كزيد الضارب رأس الجاني فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة فلا تقول هذا الضارب رجل ولا هذا الضارب زيد ولا هذا الضارب رأس جان هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموعة جمع سلامة لمذكر ويدخل في هذا المفرد كما مثل وجمع التكسير نحو الضارب أو الضراب الرجل أو غلان الرجل وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل أو غلان الرجل فإن كان المضاف متنى أو مجموعة جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ولم يشترف وجودها في المضاف إليه وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع متنى أو جمعا سبيله اتبع أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان متنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف إليه فتقول هذان الضارب زيد وهؤلاء الضارب زيد وتحذف النون للإضافة انتهى ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد المضاف يتخص بالمضاف إليه أو يتعرف به فلابد من كونه غيره إذ لا يتخص الشيء أو يتعرف بنفسه ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمح بر ولا رجل قائم وما ورد مهما لذلك مؤول كقولهم سعيد كرز فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم فكأنه قال جاءني مسمى كرز أي مسمى هذا الاسم وعلى هذا يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة والأولى صفة للساعة لا للصلاة ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيمت صفته مقامة فصار حبة الحمقاء وصلاة الأولى فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره انتهى وربما أكسب ثان أولى تأنيثا كان لحذف موهلا قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه ومنه قوله مشينك ما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي فأنث المر لإضافته إلى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح نحو تسفهة الرياح وربما كان المضاف إليه مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المرسلين فرحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى فإن لم يصح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيد فلا تقول خرجت غلام هند إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام انتهى وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بشطر البيت وذلك نحو عند ولدا والسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته والثاني ما يلزم الإضافة معنا دون لفظ نحو كل وبعض وأي فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة وهو المراد بقوله وبعض ذا أي وبعض ما لزم الإضافة معنا قد يستعمل مفردا لفظا وسيأتي كل من القسمين وبعض ما يضاف حتما انتنع إلاءه اسما ظاهرا حيث وقع كوحد لبي ودوالي سعدي وشد إلى أيدي للبي من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة ودواليك أي إدالة بعد إدالة وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد وشد إضافة لبي إلى ضمير الغيبة ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني وشد إضافة لبي إلى الظاهر أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبي فلبي يدي مسوري كذا ذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنا وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرات فكرتين ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط فتعين أن يراد أن يكون المراد بكرتين التكثير لتنين فقط وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم فليس المراد لاثنين فقط وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير فقيل لديه وعليه ورد عليه السيبوي لأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينضغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبى يدي مسوري فدل ذلك على أنه متنى وليس بمقصور كما زعم يونس انتهى وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينوا يحتمل إفراد إذ وماك إذ معنا كإذ أضف جوازا نحو حين جانبه من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو إجلس حيث زيد جالس وإلى الجملة الفعلية نحو إجلس حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعة وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون وهذا معنى قوله وإن ينول يحتمل إفراد إذ أي وإن ينول إذ يحتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم وسيذكرها المصنف وأشار بقوله وما كئذ معنى كئذ إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ضرفا ماضيا غير محتود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الاسمية والفعلية وذلك نحو ثين ووقت وزمان ويوم فتقول جئتك حين جاء زيد ووقت جاء عمر وزمان قدم بكر ويوم خرج خالد وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي وإنما قال المصنف أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع أعني ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ وهو الجملة جوازا لا وجوبا فإن كان الظرف غير ماضي أو محدودا لم يجر مجرى إذ بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية فتقول أجئتك حين يجيء زيد ولا يضاف المحدود إلى جملة وذلك نحو شهر وحول بل يضاف إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا انتهى وابني أو أعرب ماك إذ قد أجري واخترضنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدى أعرب ومن بنا سلي فاندى تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضي أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم أو يوم جاء زيد ويوم ويوم يقدم عمر أو يوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضي البناء وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين أو على حين عاتبت المشيب على الصبا بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء وهذا معنى قوله ومن بنى فلي يفند أي فلن يغلط وقد قرئت السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقوهم بالرفع على الإعراب وبالفكف على البناء هذا مختاره المصنف ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضي هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرق في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا انت ألزموا إذا إضافة إلى جمل لفعالكهن إذا اعتلى أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكفيين فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء وهذا مذهب السيبوي وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأا خبره الفعل الذي بعده وزعم السيراطي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون ثما فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط انتهى لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة متنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ومنه قوله إن للخير وللشر مدى وكلا ذالك وجه وقبل وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أثهم الاثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عبدا في النائبات وإلمام الملمات انتهى ولا تضف لمفرد معرفي أيًا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزة وخصصا بالمعرفة موصولة أيًا وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلامة من الأسماء الملازمة للإضافة معناً أي ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت ومنه قوله ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرم أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن أي أي أجزاء زيد أحسن ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه وهذا إنما يكون فيها إذا قصد بها الاستفهام وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فتقول يعجبني أيهم قائم وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل نحو يعجبني أي رجلين قامة وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة ولا تضاف إلا إلى نكرة نحو مررت برجل أي رجل ومررت بزيد أي فتا ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عين حبتر أيما فتا وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل أي رجل وبزيد أي فتا وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرر أضرب وأي تضرب أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال انتهى وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومعه فأما لدن فلبتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وبتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما وقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن وقيس تعربها ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه لكنه أسكن الدان وأشمها الضم قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله ترجمة نانسي قنقر